والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم حياكم الله في مراجعة جديدة لهاتف من شركة شاومي استعرضت في القناة الهاتف الرئيسي اللي هو شاومي 11T Pro 5G وأيضا استعرضت فئة اللايت بقى عندنا هاتف شاومي 11T هاتف مع أنه من الفئة المتوسطة إلا أنه يشترك مع مواصفات كثيرة من فئة البرو لكنه هاتف مناسب جدا للي يبحث عن أداء شاشة سماعات استيريو وأيضا شحن سريع يلا نبدأ في مراجعتنا لهاتف شاومي 11T حياكم الله أنا طارق الجاسر وخلونا نبدأ في مراجعتنا لهاتف شاومي 11T في البداية زي ما تلاحظون مكتوب عليه أهم المميزات اللي موجودة في هذا الهاتف نشوف أول شيء وزي اللي تعودنا عليه في كل مرة الشكل الخارجي شوفوا كيف الهاتف يتلون يتلون بحسب حركة الهاتف أو الزاوية اللي ننظر لها فيه من خلال هذا الهاتف عندنا من الأعلى منفذ الـ IR وعندنا سماعات سبيكر من الأسفل أيضا عندنا سماعات سبيكر وعندنا منفذ للمايكروفون ومنفذ الشحن بالإضافة إلى منفذ الشريحة من الجهة اليمنى عندنا زرين رفع وتقصير الصوت وأيضا زر التشغيل وزر التشغيل مدمج فيه البصمة يعني 2 في 1 أول ما نضغطها راح يستشعر البصمة ويشغل لنا الجهاز بنفس الوقت من اليسار ما في موجود أي طبعا أزرار الشكل الخلفي للكاميرات وهذه هي بصمة شركة شاومي لعام 2021 خصوصا لسلسلة الشاومي 11 حجم الشاشة هو 6.67 بوصة نفس شاشة البرو ومعدل التحديث فيها 120 هيرتز جميلة وواضحة سواء للتصفح للتطبيقات مشاهدة الأفلام وعلى طاري مشاهدة الأفلام فهي تدعم الـ HDR10 Plus وتدعم أيضا Always Display On في النظام يعني نقدر نخلي الشاشة طوال الوقت تعمل مع إظهار الساعة والتاريخ وأي خيارات إحنا نحتاجها ويدعمها الهاتف يدعم الـ Wireless اللي هي 5 جيجا هيرتز وبما أني تكلمت عن سرعة الاتصال عن طريق الـ Wireless فالهاتف أيضا يدعم اتصال فائق السرعة عن طريق الجيل الخامس جميلة الشاشة الألوان فيها الوضوح وعلى فكرة ترى فيها طبقة حماية Gorilla Glass Victus الأداء جيد جدا إلى ممتاز طالما أنه بين فئة الاقتصادي والفئة العالية في الألعاب رائع لكن حتى تحافظ على الأداء القوي والخارق لازم تكون مختار الإعدادات المناسبة للرسوميات طبعا في بعض الألعاب هي تعطينا تلقائي من نفسها وش هي الإعدادات المناسبة المعالج MediaTek Dimensity 1200 5G الرام 8 جيجابايت أما ساعة التخزين فراح يتوفر بساعتين 128 جيجابايت أو 256 من ناحية بعض التقنيات الأخرى فهو يدعم NFC وهي الدفع قريب المدى والهاتف أيضا يدعم تقنيات الانفرارد أو الـ IR اللي تمكننا أن نستخدم هذا الهاتف كريموت كنترول للتلفزيون، للمكيف، للأجهزة الأخرى متوفرة عندنا الهاتف يدعم أيضا سمعتين ستوريو زي ما شفتم من أعلى الهاتف ومن الأسفل بالإضافة إلى دعم لتقنيات الدولبي أتموس الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP53 أما من ناحية التصوير عندنا من الخلف كاميرا ثلاثية بمستشعر 108 ميجابيكسل الكاميرا الأولى 108 ميجابيكسل والكاميرا الثانية 8 ميجابيكسل والثالثة 5 ميجابيكسل طبعا تدعم الماكرو والعدسة الواسعة وتستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي وهي شبيهة بكاميرا البرو إلا أن المعالجة تختلف بحسب نوع المعالج أما كاميرا السلفي فهي 16 ميجابيكسل نجي نتكلم الآن عن بطارية الهاتف البطارية 5000 ميلي إمبير هذه تكفينا يوم كامل بالاستخدام أو أكثر بحسب استخدامكم للهاتف الشاحن شاحن سريع بقدرة 67 واط ويشحن لنا من صفر إلى 100% في 35 دقيقة نظام الهاتف هو الأندرويد 11 أما واجهة المستخدم فهي ميوي 12.5 طبعا يدعم تحديثات الأندرويد إلى ثلاث سنوات كتحديثات رئيسية وأربع سنوات من التحديثات الأمنية الهاتف رح يتوفر بثلاثة علوان النيزة كرمادي وأيضا ضوء القمر هذا اللون الأبيض وعندنا أزرق سماوي أما سعر الهاتف رح يبدأ بسعر 1799 ريال في الختام أتمنى أني استعرضت لكم أهم المميزات والمواصفات في هاتف شاومي 11T يريد تكتبون لي في صندوق الوصف تجاربكم مع هواتف الشاومي وأيضا رأيكم في هذا الهاتف ألقاكم في مراجعات أخرى هذه أطيب تحية من أخوكم طارق الجاسر وفي أمان الله